دعا معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء المؤسسات الصحية والتعليمية المتخصصة إلى تكثيف استثمارها في البحوث العلمية الطبية لتكون مواكبة لحجم التطور الهائل الذي يشده هذا القطاع الذي يعد أحد أهم مرتكزات ومحاور التنمية البشرية من جهة وبما يلبي محليا الأولويات التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2014-2024 دعا معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة إلى تعميم ما تخلص إليه تلك البحوث من نتائج وتوصيات على نحو يسهم في خدمة البشرية جمعاء من حيث الوقاية والعلاج وذلك بنقل عملية تجريبها وتطبيقها من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي عبر الاستفادة مما تتيحه الدوريات العلمية العالمية المتخصصة من فضاءات رحبة للنشر لضمان وصولها إلى أكبر قدر ممكن من العاملين في الحقل الصحي في مختلف أسقاع العالم جاء ذلك لدى تفضل معاليه برعاية الحفل السنوي العاشر لجائزة الدكتور الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة للبحث العلمي لعام 2016 والذي نظمته مجلة البحرين الطبية التابعة لمستشفى الملك حمد الجامعي وبهذه المناسبة فقد أشاد معاليه الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة بجائزة الدكتور الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة للبحث العلمي كونها واحدة من أهم المبادرات المتخصصة التي تعنى بالبحث في المجالين الطبي والصحي وساهمت على مدى عشر دورات لها في ترسيخ أهمية مفهوم البحث العلمي محليا وقال معاليه تتشرف هذه الجائزة بأن تحمل اسما عزيزا علينا وهو اسم الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة الذي وبفضل توجهات القيادة الحكيمة ودعم الحكومة الموقرة ساهم جنبا إلى جنب مع الكوادر الطبية التي زاملها وتلك التي أشرف عليها في تطوير وتحسين جودة المنظومة الصحية في مملكة البحرين طوال حياته المهدية التي كانت ولا تزال بصمته واضحة وأثره ملموس فيها وما أدل على ذلك من نظام الضمان الصحي الذين ترقبوا تنفيذه بعد إقراره وإنهاء دورته التشريعية وخلال الحفل ألقى معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الجائزة كلمة أكد فيها أهمية الدفع بعزيمة أكبر في مجال البحوث الطبية ذلك أن البحرين وعلى مدى أربعة عقود قد شهدت تطورا كبيرا في الخدمات الطبية وقال معاليه إنما يجعلنا متطلعين بعين التفاؤل إلى مستقبل البحث العلمي في المجال الطبي في البحرين هو الكوادر البشرية التي نمتلكها وتفهم الجامعات والمؤسسات التعليمية المتخصصة إلى أهمية البحوث التي لها مردود كبير على دراسة الأوضاع الصحية المحلية وطرق تقديم الخدمة وحوكمتها لضمان جودتها بعدها تفضل معالي الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة بتكريم وتهنئة الفائزين بالجائزة الذين تناولت بحوثهم دراسة مختلف الأمراض المنتشرة محليا كالسكلر والسكري والسرطان بأنواعه الحقيقة أن النشر والعلم دائما ما ينشر ما يعلم عنه شيء فدائما الطباء يتسابقون في النشر والآن عندنا نظام تعليم الطبي المستمر التعليم الطبي المستمر على كل طبيب أنه يحضر محاضرات ويحضر مؤتمرات ويحضر بحيث أن يكون حتى نجدل رخصته في إضافة لأنه يلازم يسوي أبحاث عشان بعد أن أبحاث مطلوبة حق الترقي الآن في التكادر الطبي فهذه كل الحقيقة يعني تعطي أنها في النهاية تقوي يعني المعلومات الطبية وتقوي يعني الفن الطبي في البحرين كله وما يرفع يعني الجودة ويرفع النتائج الطيبة في الطبي سعيدين أن اليوم نحن عندنا مجموعة من الباحثين في مستشفى السلمانية وزارة الصحة أن تفوز بجائزتين في البحث الطبي لجائزة معالي الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة طبعا هذه الجائزتين تعني الكثير ليس على المستوى الأشخاص الذين قاموا بس على أثر هذه البحوث في تطوير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة من خلال البحث ممكن تطوير الكثير من العلاجات التي يحتاجها المرضى وخاصة البحثين اللي يقدموا من الأبحاث المهمة جدا واللي يمكن ينبني عليهم لأبحاث مزيد من الأبحاث إن شاء الله في الفترة القادمة نحن تكلمنا خدنا دراسة لسنتين من 2011 إلى 2012 حاولنا نشوف شنو نتائج الحمل في الأمهات المصابات بالسيكلر وقارنناهم بالناس اللي ما يكونون سيكلر ولا حاملين للسيكلر طبعا لاحظنا أن نسبة دخولهم للمستشفى كان أكثر مع ذلك للحين يعتبر مرض السيكلر من الأمراض اللي هي تشكل بالنسبة لأن تأثر علينا كلكاترة كطاقم طبي بحيث أن نحن نحاول قد ما نقدر شلون نحن نحاول نقلل الوفيات والمرض عند هذه الأمهات بحيث أن هم إن شاء الله يقومون بالسلامة مع ولادهم هذا الهدف من الدراسة فزنا بجائزة جائزة الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة وبمناسبة تقديم بحث طبي عن معدلات الإصابة بالسرطان في مملكة البحرين من سنة 1998 إلى 2011 الدراسة تميزت أنها تتكلم عن أكثر أمراض السرطان شيوعا في مملكة البحرين وطبعاً هاي يعطي دفع حق باحثين آخرين عساس أنها تكون لبنة أساسية لهم يبتدون فيها لتعرف على أسباب السرطان في مملكة البحرين طبعاً هذه بتفيد المجتمع بتفيد المجتمع البحريني وبتفيد بعض صانعي القرار على أساس أنهم يسوون سياسات صحية على أسس علمية ترجمة نانسي قنقر